ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر برئاسة وفد مملكة البحرين في عمال القمة العربية والإسلامية غير العادية أن نعرب عن خالص الشكر وبالغ التقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة التي تأتي امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض العام الماضي والتي تعكس الدورة المحورية الذي تطلع به المملكة الشقيقة وما توليه من اهتمام بتوحيد الصف في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها الأمة العربية والإسلامية جراء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية والتساع نطاق تلك الأحداث المؤسفة لتشمل الجمهورية اللبنانية هو ما يتطلب جهودا مضاعفة ومساعي مكثفة للتوصل إلى حل شامل لتحقيق ما يكفل لهذه المنطقة أمنها واستقرارها على الدوام وإننا إذ نجتمع اليوم على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة لنجدها فرصة نقتنمها للإعراب عن الفقر والاعتزاز البالغين بما وصلت إليه العلاقات البحرينية السعودية من مستوى عال من التكامل والتنسيق المشترك لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين وذلك في ظل ما يجمعهما من روابط وأواصر وعرى وثيقة توطدت عبر التاريخ وتجسدت بفعل المواقف الأخوية الراسخة والثابتة في مختلف المواقف والظروف وتعززت بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من ملك البلاد المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ومسالدة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وإذ تجدد مملكة البحرين شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية على استضافة وعقد هذه القمة التاريخية التي تمثل فرصة مناسبة لتوحيد الجهود العربية والإسلامية لتؤكد ثقتها فيما ستثمر عنه من مخرجات تدعم تطلعات شعوبنا إلى مستقبل أكثر أمانا وسلاما كما تؤكد المملكة دعمها الكامل لكافة المبادرات الخيرة الرامية إلى تحقيق السلام الدائم وتعزيز روح التعاون والتفاهم والحوار في المنطقة والعالم بما يحقق العدالة والكرامة لجميع شعوب الإنسانية